هروح ليه سؤال جيه ليه البرنامج سيدة فاضلة بتقول تزوجت ويجوزي كان بيغيب شوية عن البيت ينزل يرجع يعني حالته مش طبيعية لحد ما عرفت انه هو يعني مدمن مواد مخدرة بأنواحها بقى يعني أنواحها طبعا مش الحشيش فقط يعني ربما كان الحشيش أقلهم وطأ يعني طيب هي كيف تتعامل هي محتارة هل تروح إلى الشرطة تقولهم الحوني هل تطلب طلاق هل تروح إلى وزارة التضامن وتقول جوزي يعني تعالوا خدوه طب هل جوزي عنده النية لده طب لو ما عندهش النية تنفصل الكارثة كمان عندها أبناء يعني معي على التليفون صديقي العزيز دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر مسائل فل الدكتور مهدي مسائل خير أستاذ محمد يا أهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب وخير حضرتك سمعت الحالة أو المشكلة اللي وصلت لنا الزوجة دي هتعمل إيه هي محتارة عندها أبناء هتطلب الطلاق هتخرب البيت هتروح تبلغ عن جوزها هتروح وزارة التضاوم تقول لك ما وارد هو ما يبقاش عنده رغبة فبتسألنا وبتقول إزاي يتعامل مع زوجي مدمن المخدرات أوه احنا بيبقى عندنا عقبتين هيواجهوها العقبة الأولى هي عدم الرغبة وعدم الحماس للعلاج إنه أي حد بيطعطى مخدرات ما بيبقاش عنده الرغبة ولا الحماس لأنه هو يعالج يعني ده تقدر تقول مثلا 90% هيبقوا كده العقبة الثانية هي الإنكار إنه كل مدمن بيبقى عنده دفاع الإنكار إنه لا ده ما فيش حاجة لا ده أنت بتهيألك ده حاجة ما تستهلش ده أنا باخد نفس كده كل 3-4 شهور أو ده أنا كنت باخد وبطلت بقالي سنتين ثلاثة وهو بكل استواخد من نص ساعة فالإنكار وعدم الرغبة في العلاق دول هيبقوا عاقبتين هيواجه الزوجة فالزوجة بتمشي في خطوات متدرجة أول خطوة هي المصارحة إنها تصرحوا إنها شافت وعرست وتكون عندها حاجات أكيدة عشان بس إيه هو هيراوز كثير فبتصرحوا بالحاجات العلامات اللي هي شافتها شافت معا حاجة شافت في العربية حاجة شافت في اللبس حاجة شافت عليه أثار التعاطي كل ده لازم أن يتبقى جهزب فأول حاجة المصارحة طبعا تتوقع المراوغة والإنكار وتحاول إن هي تقدم أدلة حقيقية وتكون واقعية ومادية على أساس إنها تقدر تختارق حاجز الإنكار بتاعه ثاني خطوة هي الاستعداد لتقديم المساعدة إنه أنا مش بصرحك علشان أني يعني بحز صورتك قدام أولادك أو بحز صورتك أو بجور عليك لا خالص أنا بصرحك علشان أساعدك فنبدأ نروح لمتخصص ونشوف نعمل إيه في المرحلة اللي انت فيها دي دي خطو طيب ساعات هو هيرفض وهيعاند وهيكابر وهيراوي وهيعمل كل الحاجات دي كل ده متوقع وتبقى المواجهة بقى تيجي خطوة المواجهة دي يعني أكثر حزما شوية لا يعني لازم نتعالج خاصة إذا كان إدمانه لحاجة من الحاجات الخطرة واللي بتأدي إلى تظاهر شديد وسريع في النواحي بقى المالية وفي النواحي الأخلاقية وفي قدرته على الشغل وقدرته على رعاية الأسرة والأولاد والحاجات دي فبتواجهه بحزم شوية والله استجاب خير وبركة ما استجابش تعطيه مهلة مهلة مثلا لمدة شهر تفكر أن احنا نروح ونتعالج ونعمل كذا وكذا طيب لو الفترة دي عدت وهو ما استجابش ديه بتديله يعني زي تنبيه كده أنا هتطرس أنه أنا مثلا أكلم بابا اللي هو بابا بقى هو يعني بابا أو ماما أو أي حد من أسرته أخوه الكبير أو أي حد له له تأثير عليه ما تكلمش أسرتها هي لأن أسرتها هي تعمل مشكلة وهيعاند وهيبقى فيه صعوبات كتير فلو ما استجابش في المدة المحددة ودي ما تزيدش عن شهر تتوجه فعلا لحد من أسرته اللي يكون له كلمة عالية أو له رأي عالي أب أو أم أو خال أو عم أو أي حد طيب هم خدوا الموضوع يعني ببساطة وتساهل وما عملوش حاجة ولا ضغطوا وكلموه كلمتين ومشي وخلاص الخطوة التالتة أو الخطوة اللي بعد كده أو أسرتها هي بقى إنه أنا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا ومحتاجها مساعدتكم في الحكاية دي هم بيعملوا بقى مواجهة يعني أخوى شوي إنه لأ يعني بنتنا مش هتقدر تعيش هي أولادها معاك وإنت عندك المشكلة دي فلازم نتعالج إحنا بنقول ده ليه بقى لإنه في بعض الإدمانات مش هتتوقف عنه إنه مجرد هو بيتعطى حاجة وبيعدل دماغه بيها أو بيتبسط بيها أو أي حاجة من ده فيه إدمانات ومواد بيتعطاها الشخص بتعمل معتقدات وخيولات هلاوس هلاوس وضلالات وأغلبها بتتجه نخية خيانة الزوج وساعات زي القاتل بتاع الإسمعالية بضبط كده بضبط وحالات كتير قوي حصل منها جرائم قتل للزوجة أو للأولاد نتيجة لضلالات وهلاوس سببها الإدمان وأغلبها بيدور حوالين إنها إن الزوجة بتخون وإن الولاد دول احتمال إنهم مش ولاده فساعات يقتلها ويقتل ولاده فالأمر مش بسيط مش مجرد إن واحد بس بيكيف وخلاص كده إذا رفض في الآخر تذهب إلى الطلاق حد آه بالضبط كده يعني لو لأنه شايبة فيه منه رجى بقى يعني آه ده صحيح ده صحيح وعشان تبقز نفسها وأولادها بالضبط يعني ممكن لو وصل الأمر إلى هذا الحد بيبقى ساعات ده يكون حال وقال كم في المية من المدمنين الأشداء يعني إدمان كبير وخطير آه بيطلب العون للخروج من دائرة الإدمان يعني ما يدفش عن عشرة في المية وده لما بيكون يعني اتزنق وأحيط به يعني من كل الجوانب قسر خسائر كبيرة أو آه بيواجه مثلا آه أحكام أو عليه ديون كتير يعني المتجوزة مدمن يكاد يكون هوبلس كيس يعني آه لا مش برضو مش ده بالضبط كده لو إن إحنا قدرنا إن إحنا نوجهه ناحية العلاج مش هيبقى هوبلس كيس ولا حاجة حالات كتير جدا آه بتتعافى بس بشرط إنه يمشي في برنامج علاجي مظبوط مش يدخل مستشفى أو مصحة أسبوعين ثلاثة ولا شهر بقول أنا تعاليك ده مش هلاك ده مجرد يعني مجرد بتسميحنا ديتوكسفكيشا أو دكتور محمد المهدي هل حضرتك تنصح كل ولي أمر في عريس بتقدم لبنته يطلب منه تحليل مخدرات الله ده كان وارد وكان فيه يعني آه يعني بعض وجه أنا حقيق أب أتطمن على آه الراجل اللي هجوز بنتي إيه اللي عيدي يعني فكرة إنه ده هيتعامل آه كجزء من كشف نفسي على المتقدمين للزواج فحص نفسي ومن ضمن الفحص النفسي إنه يبقى فيه تحليل مخدرات وقال ده ملزم دلوقتي في فسقة الزواج لا 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 ما هوش آه يعني مش ملزم إلا لو آه يعني حطوا ده كشرف بالوثيق إنه يبقى فيه متابعة تحليل مخدرات بس طبعا آه ده هي آه هي آه فيه ناس كتير مش هتتقبلوا للأسف الشديد وكان الفكرة إنه يبقى آه يعني شيء الزامي بحكم القانون بس آه يعني لم يتم هذا الأمر اللي صعوبة لو أب طلب من العريس المتقدم لبنته تحليل مخدرات ورفض يقول له خلاص مش عايزك هو ممكن ينفض هو مش مدمن لأنه هو يحس ان دي أهانة لي من مش أنا منحقك أبا تطمن على بنتي عه بس خد بالك برضو يا أسود محمد إنه الساعات المدمن يراوغ ويلعب في التحليل وعليشان كده التحليل ده له شروط علشان تقدر تعتمد عليه أول حاجة لازم لما تطلبه دلوقتي يبقى يتعامل على طول في اليوم ده على طول. ما تتناش ثلاثة اربعة ايام يكون اللي بنت خلص يكون هو ما خدش حاجة. يعني تاخده من يده وتروح المعمل على طول. ولازم العينة تعطى قدام حد ثقة. يعني لو ده هتدي له الانبوبة كده ودخل هتلي عينة. تأكد ان العينة هتتغش. تعين. دعني اشكرك دكتور محمد المهدي. والستاذ الطب النفسي بجمعة لازق. يحق لكل ولية ام. شاب متقدم لبنته. يقول له لو سمحت. انا عايز تحليل المقدرات. بس الان من ايه? عايز اتطمن على بنتي. مش اعزا ما تيجي بعد الجواز توقع التوبة في المعتوبة. ويطلع مدمن ومخلفة لي منه عيلين وجيلي وتطلب الطلاق. يعني درق المخاطر.